بطل بيخلي الفرق بتتعامل معاك بشكل آخر يعني اللي الصنفار زاد أو يعني فكرة مش عايز أقول وطبعا كل الفرق بتلعب ودعني الزمالك جامد جدا بس أنت البطل أنت عندك فريرة كل فرقة نازلة عايزة تكسب الزمالك وعايزة تتعدل مع الزمالك البطل ده طبيعي عشان كده بقولك كلنا لما شفنا الجدول شفنا المنافسين بطوعنا شفت سوحة سيراميكا الجدول بتاحهم أسهل واخد بالك إحنا الجدول بتاعنا كنا متخوفين من البداية لأن البداية مع فريق فرق لها مع اعترامل كل الفرق لها تحصل التصنيف التاني والتصنيف التالي ما أنا بقولك بقى فأنت في القصة دي في التلت مباريات في قطة نقطتين يعني أنت ماشي جايد جدا مش ممتاز ممتاز كنت تحصل على التسع نقط أنت جايد جدا وجايد جدا دي مقبولة جدا على فكرة فأنت الخوف والقلق الكبير قوي ده ده شيء مش صحي ليه؟ لأن السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها احنا كنا بنمر بظروف سيئة جدا سيئة جدا على النادي واستطاع النادي أنه هو يفوز بكل شيء فأنت دلوقتي بقى عندك العدد الجايد من اللعيبة صحيح فيه إصابات والعزو بالله طبعا ربنا هيش في كل اللعيبة يعني برضو الإصابات دي يعني طبعا هي إيه؟ ما بيبقاش معمول حسابها قوي إنها بتحصل وبتيجي في لعيبة مهمة جدا بتبقى أنت بركز عليهم على فكرة أبو حميد آخر ماتش احنا بنلعب من غير إمام عشور صح؟ صح لا ما بقوله تضيف عليهم زيزو يعني تضيف عليهم زيزو هيبقى أربعة لعيبة عندنا أربعة لعيبة في نادي الزمالك الأربعة دول دول مهمين جدا 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 في منتخب مصر مش في نادي الزمالك